اطيب تحياتي وعلا وسهلا بكم اليوم بدنا نشتغل موقع الرياضي موقع الرياضة طبعا مثل ما عم تشوفوا في عندي اللوغو في عندي القائمة هذا اللوغو تم تصميمه بالذكاء الاصطناعي لحب تشوفوا بالتفصيل كيف تم هذا التصميم لحب نلاحظ انه في عندي هون عنوان معين عندي خلفية هاي الخلفية ثابتة مثل ما شايفين بعدين عندي هون بعض المواضيع اللي بيمكاني ادخل عليها متلاحظوا هون عندي الدوريات بيمكاني ادخل للدوري السعودي مثلا لاشوف اخبار الدوري السعودي او الاماراتي او المصري بعدين حطيت الكونسكشن بحيث نتعلم كيف نوضع فيديو وهذا الفيديو بالتأكيد يعمل بعدين في عندي قسم لاخر اخبار الرياضة ولاحظوا هون اني وضعت بعض المواضيع بامكاننا نحن نشوفها اذا دخلت على سبيل المثال لأي واحدة من هذه المواضيع نحن نلاحظ انه في عندي الصفحة صفحة البلوغ او المقالة بيمكان يضيفها فيديو او نص معين وبالتأكيد بيمكان اي زائر انه يقوم بالتعليق على هاد المقال مثل مو شايفين الموقع بسيط جدا ولكنه المفتاح الاولي لحتى انت تقدر اتطور موقعك بنفسك الاهم من هيك انه هذا الموقع تم عمله بوسطة وورد بريس ومن دون اي سطر برمجي واحد لح بتشوفوا تفصيليا كيف هام اشتغل بالموقع من دون اي كتابة برمجية طبعا وكما المعتاد انا دائما بستخدم هوستنجر لحتى اقوم بشغل المواقع سواء المواقع الشخصية او التوتريالز واليوم بنفس الطريقة لح نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء هذا الموقع لح بتلاحظوا بالموقع عندي الانجليش ولكن بيمكاني دائما نغير للدول العربية لحتى اولا احصل على سعر مخفض اكتر وتانيا اقدر افهم شو عما اشتغل لح نستخدم اليوم بدرس ما خطة البريميوم يلي هي الخطة المميزة ولكن بيمكانك دائما لو عندك موقع واحد فقط انك تستخدم الخطة السينجل طبعا هذا الشيء ما بفضله ابدا لان بالنهاية لو منعمل مقارنة بين السعرين نحن نكتشف ان الفرق بين السينجل والبريميوم وفرق بسيط وانت بالبريميوم عم تحصل على دومين مجاني عم تحصل على سعائك لح تحصل على عدد مواقع اكبر وبريد الكتروني بالتأكيد اكثر لذلك خليني اختار خطة البريميوم الخطة المميزة ولاحظة حاليا لح اختار الخطة لمدة اثمانة واربعين شهر وخلال اثمانة واربعين شهر المجموع هو مية واربع وعشرين دولار ولكن انتبهوا انا بقدر دخل قسيمة الشراء الخاصة بالقناة يلي هي نور حمصي بحيتي تم التخفيض مباشرة لمية واثناش دولار لحلو هون متابعة وما بتطلب الموضوع اكثر من عنوان بريد الكتروني وكلمة سر لحتى قدر سجل الحساب طبعا بديت انتبهوا معي انه هذا الرقم لمدة اربع سنوات يعني انت بمية واثناش دولار لح تحصل على دومين وهوستينج لمدة اربع سنوات وبتريح بالك من كل امور السيرفر شو بقصد بتريح بالك لح بتلاحظوا انه دائما في عندي هون زر السوبورت الدعم الفني بحيث انه لو واجهتني اي واحدة من المشاكل بامكاني دائما اسألهم طبعا عم تلاحظوا الدعم الفني عندي باللغة الانجليزية لانه السيرفر باللغة الانجليزية ولكن ايضا هذا الدعم متوفر باللغة العربية وبإمكانكم تعملوا تشات محادثة عن مشكلة الموقع اللي هم تواجهكم ايضا باللغة العربية لذلك بعد ما تختاروا الخطة المناسبة لكم اشتركوا بالخطة وخلينا نتابع بدراسة الموقع اذا بعد ما عملنا حساب الهوستينجر حاليا بدنا نعمل تسجيل دخول انتبهوا اذا عملتوا تسجيل دخول او اذا عملتوا الحساب على الدول العربية لازم نحول للعربية لاحظوا هون الدومين مختلف وبمجرد اعمل لوجن دخول لح منلاحظ هاي احد التحكم اللي موجودة عندي لح منلاحظ عندي خططين للهوستينج عندي البزنس والبريميوم لحنا لح نعمل موضوع بكل بساطة لحروح مباشرة للويب سايتس بهذا المكان وبكل بساطة لحقل من هذا المكان اد ويب سايت يعني اضف لي ويب سايت جديد لح منلاحظ لح يعطيني اربع خيارات رئيسية الورد بريس اللي لح نستخدمه اليوم عندي الهوستينجر ويب سايت يلي هو لح يعمل لي ويب سايت كامل من دون وورد بريس ولكن فقط بالدراج ان دروب هذا ممتاز للمبتدئين تماما ولكن اذا انتو بتكون تعملوا موقع انترنت من الصفر بإمكاننا نختار هذا الخيار او اذا نحن عنا موقع انترنت موجود مسبقا وبدنا نقوم بنقله لحوستينجر نختار هذا الخيار نح نختار الورد بريس حاليا لح يسألني هون شو اللغة الرئيسية اللي بدك تختارها بإمكانكم تختار اللغة العربية بالنسبة لي اللي حختار الانجليزية بدنا ايميل للأدمنستريتر هو اللي بنسجل فيه الدخول هذا الايميل يفضل انه يكون اللي بتستخدمه بشكل معدد بعدين لح روح لهي النقاط ولح اقل له بحيث انه يكون عندي كلمة سر محفوظة عندي وقوية لح اضغط على العين ولح تظهر لي كلمة السر لح نقوم بنسخة وحفظة مع الايميل بملف آمن لح اقل له التالي بعدين لح بيقلي شو نوع الويبسايته اللي بدك تعمله لح اختار سواء بزنس او بالنسبة لي حاليا لح اختار ما عندي شيء محدد ولح اقل له طبعا باي لحظة من اللحظات بامكانكم تروحوا للغة هون وتختاروا اللغة العربية لحتى يكون عنكم الواجهة باللغة العربية ولكن خطواتنا بسيطة مو بحاجة تغيير اللغة لاحظوا هون عندي مواقع انترنت مبنية مسبقة او بامكاني اختار وبهذا الـ بامكاني اني اعمل موقع الانترنت بما اني وعدكم يكون الموضوع بسيط جدا لح اختار موقع موجود مسبقا مع الـ ولح نقوم بتغيير الـ من هذا المكان بامكاني مثل ما شفته قبل شوي اختار نوع الويب سايت يلي بديه طبعا هذا الشيء ما بيفرق كتير دائما لح تظهر لي مجرد فلتر لح ملاحظ من هذا المكان هون في عندي الكثير من يلي ممكن نحنا نستخدمها بامكانكم تختاروا اي ليس بالضرورة انه يكون محتوى المشابه لا يلي بيالكن ولكن بتختاروا المناسب لكم لاحظوا هون بالنسبة لي لح اختار هذا الـ يلي موجود هون ولح اقل له لح تقوم باستعراضه يلي بيهمني اثناء الاختيار انه عندي اللوغو عندي القائمة هون موجودة بشكل جميل عندي المحتوى عندي خلفية بالتأكيد لح اقدر غيرها وعندي هاي البلوكات وعندي الـ إذن الـ جميل وواضح جدا بإمكاني اني اختاره إذنك لح اعمل عودة ولح اختار هذا الثيم لح اقل له select ولح ياخدني لصفحة الـ بالـ بفضل مبدئيا نعمل deselect للجميع ما نختار ولا plugin بحيث انه يكون موقعنا خفيف ولاحقا عند الحاجة بإمكاننا نضيف اي plugin بدنا اياه طيب لح اقل له next وبعدين لح اختار الدومين يلي بديها طبعا بإمكانكم تختاروا اي دومين سواء محجوز او مو محجوز لو انتو مؤقتا ما عنكن دومين حاليا ما في دومين محجوز بإمكاني روح لـ use temporary domain لحتى تابع فيه انا بفضل مبدئيا نختار هذا الخيار لحتى تشوفوا موقع الانترنت لما بينتهي بنعمله رابط الدومين ولكن بأي وقت بإمكانكم تكتبوا اسم الدومين اللي بتكون ياه ونعمل next طيب لح اخذ الـ temporary domain الدومين المؤقت وهذا كل شيء بدي يلاحظوا حاليا الهوستنجر عم تقوم بتنزيل الورد بريس ولحت عملي وكل شيء انا بحاجته طيب خلال خمس دقائق كان موقع الانترنت موجود حاليا لاحظوا وضع ليه على دومين مؤقت وانتبه هون عندي الكونينكت بحيث اني انا اربط الدومين لح نعمل لاحقا لحتى نقدر حاليا نصمم الويبسايت بكل بساطة نحروح للـ admin panel هون ولاح يدخلني للوحة تحكم الورد بريس لحتى يقدر اشتغل على الويبسايت طيب كيف بدي يشوف الويبسايت تبعي؟ سواء بالـ ويبسايت او من هون دي المكان بإمكانكم تضغطوا على ويبسايت لحتى يفتح موقع الانترنت عندي لاحظوا الموقع صار موجود باسمه بالخلفيات بكل شيء وما علي الا اني قوم بتبديل الصور وتبديل الكلام طيب بالـ الخاص بـ عم يقدمو لي بعض الخيارات يلي ممكن اني اعملها لحتى يكون موقعي يصير افضل الاول شيء هو Create Logo لاحظوا بالـ Create Logo عم يقدم لي هون خيار شيء اسمه صناعة اللوغو بالذكاء الصناعي اذا دخلت عليها لح بتلاحظوا وان عم يعطيني ثلاثة كريدت لحتى اني اعمل انا اللوغو كل لوغو بياخد مني كريدت واحد لح اكتب له هون على سبيل المثال ارب سبورتس او بيمكنكن الاسم يلي بتكون اياه بعدين لح اختار نوع بعدين لح اختار طبيعة يعني كيف بدي اياه انا لح اختار هون مودرن بدي شيء مودرن او بيمكنكن تختاروا التميمة اللي هي ماسكوتس هون طيب لحقله create حاليا لنشوف شو الخيارات اللي ممكن يعطيني اياها واعطاني بعض الخيارات لاحظوا هذا الخيار جميل جدا لاحظوا كيف عم يعطيني شكل الارب والسبورتس نحن ما طلبت ولكن بشكل عام اذا بتشوف هو جميل جدا طبعا عندي هذا الخيار جميل وهذا بده شوية تعديل لاحظوا حاليا اذا بضغط على ايدت للوغو ضمن الادت طبعا بيمكني اكتب اسفل اللوغو لاحظوا بيصير هو بشكل مختلف بيمكني اختار هذا الشكل جميل او بحب يكون اللوغو بهذا الطريقة وبيمكني بالتأكيد اعطي سلوغو لاحظوا هون بيمكني اختار بالاعلى بالاسفل على اليمين وعلى اليسار لاحخلي بالاسفل وحاليا لاحعمل ولاح ارجع للوحة التحكم ولاحقل له take me there خدني لمكان اني قدر حمل اللوغو ومباشرة لاحياخدني لهذا اللوغان لحقل له change logo وبكل بساطة لاحقوم بتحميل هذا اللوغو عن طريق السحب والافلات وبعدين لاحقل له select ولاحظوا هون عم يعطيني الحجم المناسب للوغو طبعا انا لاحقل له ما تعملي crop واختر لي لاحظوا الشكل صار جميل ولكن اذا بتنتبهوا صار عندي لو لون معين هذا اللون نحنا يا اما من غير لون اللوغو او من غير الالوان اللي موجودة هون طيب لاحروح هون للقائمة اذا اخترت القائمة نح بتلاحظوا لاحياخدني بهذا المكان للمينو اذا بنعمل له بهاي الطريقة سواء لح منشوف شلون لحنغير القائمة بعد شوي ولكن بدي غير فقط الكلام هون والصورة لذلك مبدئيا لحقل له على الوضع الحالي ولح اغلق يلي موجودة هون ولح ارجع للصفحات ولح بتلاحظوا عندي الهوم يلي هي الصفحة الرئيسية اذا ضغطت على لاحظوا لحياخدني للوحة تحكم سهلة جدا عن طريق الجوتنبرغ انا بامكاني اني عدل على كافة مواد الموقع لذلك خليني ابتدأ بالاعلى بتغيير هذه الصورة خليني نبدأ بالتغيير بالفقرة القادمة اذا متل مشايفين حاليا الموقع عندي بهي الطريقة عندي اللوغو والقائمة وعندي هاي الخلفية بدي اغيرها لذلك لاح اروح للصفحة اللي بقدر اغير فيها تبقوا عندي هون في شي اسمه يعني بامكاني اختار شكل مختلف تماما للصفحة الرئيسية او للهيرو مثلا او لاي شيء بدي يا اثناء الموقع او بامكاني ضيف اوبجيكت كامل ولكن خليني اضغط على هاي الصورة بعدين لاح اروح للستايل ولاحظوا هون الصورة موجودة هاي الامج وهاي البوزيشن تبعها لذا بغير البوزيشن لاحظوا كيف عم بتتحرك الصورة بهذا المكان اذا انا متل عمقلو ويني عملي الفوكس تبع الصورة لاحخليه بالاسفل تقريبا من متصف بالاسفل ولكن خليني غير الصورة لاحقل له تشينج لا الامج وانتبهوا عندي صور موجودة مسبقا او بامكاني حمل صورة موجودة على الكمبيوتر او بامكاني روح لل ولحيجب لي هون الصور هاي الصور غالبا موجودة من موقع اسمه اذا بتلاحظوا هون اذا بدل ما اروح للموقع واختار الصور بامكاني مباشرة بامكاني مباشرة من هاد المكان ابحث عن وبامكاني ابحث عن لاحظوا هاي الصورة شو رائعة جدا لحتى تكون خلفية صورة شو جميلة جدا طبعا في صور تاني بامكانكم تشوفوها قبل ما اختار خليني اضغط على هاد الزر لشوف شو الخيارات اللي عم يعطيني هون لاحظوا عم يعطيني ثلاث خيارات الورجينال ميديوم والس مول لاح اختار طبعا الورجينال ولاحقل له انسرت ولاحظوا بهاي البساطة صارت موجودة عندي طبعا هاد الكلام بالتأكيد بده تغيير اللون لذلك لححدده ونروح للستايل بعدين من هاد المكان لح اختار اللون الابيض بالنسبة للتيبوغرافي بامكاني حتى كبر الفوند بدل ثمانين خليه مية وعشرين وهون طبعا الاراب سبورتس او لو بدي اها على سطرين بعملها بهي الطريقة وكمان بنفس الطريقة بالنسبة للسلوغن اللي موجود تحت لحقل له كمان اختار اللون ولاح اختار اللون الابيض اما بالنسبة للزر خلينا على هاد اللون لحقل له هون save ولح ارجع لموقعي ولما لحعمل تحديث لاحظوا الصورة رائعة جدا وهالطموضوع كمان جميل والزر جميل وعندي هون اللوغو بالاعلى والقائمة بالاعلى طيب بالنسبة لهذا الزر اذا ضغطنا على الزر لح ملاحظ لح ياخدني على شيء اسمه ال call to action هون وبإمكاني بالتأكيد غير الكلام لحقل لهم مثلا start here او اي شيء بتكون يا وبإمكاني بالتأكيد ضيف ايقونة ولح اختار اي ايقونة لح منلاحظون عم يعطيني شكل الايقونة الرابط طبعا بإمكاني اوضع الرابط هون اذا بدي افتحه بصفحة جديدة اذا بدي الايقونة على اليمين او على اليسار وحتى اني بعد الايقونة شوية عن الزر طبعا انتبهوا كيف الخلفية ثابتة لما عم غير طيب بإمكاني ارجع دائما لاضغط على الخلفية بعدين لح انزل للأسفل لح منلاحظ عندي هون بإمكاني اعملها وبإمكاني انزل لحظه حاليا الخلفية غير ثابتة لنجرب هيك اذا عملت له حاليا ورجعت لموقع اعملت له تحديث لح منلاحظ الخلفية عم تتحرك مع الهيدر اما اذا عملت له فكست من هذا المكان ولح اقول له سيف مرة جديدة تحديث لح بتلاحظوا انه الخلفية ثابتة انا بحب هذا التأثير يكون موجود له الهيرو بالاعلى لاحظوا حاليا تأثير بالتأكيد واضح انه اجمل طيب اذا بعد ما عملنا اللوغو عملنا الترويسة حاليا خلينا نعمل هذا القسم بهذا القسم بدي اعمل الدوريات العربية اذا فتحنا ما يسمى بالنافيجيشن من هذا المكان لاحيطلع عندي كونتينر هذا الكونتينر هو الاعلى اذا رحنا للكونتينر التاني حضوة هدول النقاط الثلاثة لاحقله اد بي فور ولاحيضف لي هون براكراف طيب بهذا البيراكراف انا بيمكاني اضيف التايتل او بيمكاني بكل بساطة مرة جديدة بالنقاط الثلاثة لاحقله ديليت ولاحوقف على الكونتينر نفسه لاحظوا هون لما وقفت بالمنتصف اعطاني زر الاضافة بيمكاني اعمل add block وبيمكاني هون اخذ heading مثلا وحتى اختار عنوان بالاعلى او heading من اللي موجود عنه لذلك ممكن اختار هذا الheading وقل له هون او حتى اذا بدكم بيمكاننا نكتب باللغة العربية انا فقط لاجل التسهيل بكتب باللغة الانجليزية طيب اول شي بدي اعمله لحضغط هون وخليه بالمنتصف بعدين لحروح للستايل بعدين لسبيسنج ولاحظوا هون المارجن اللي سخليه بالاعلى حوالي 80 ومن الاسفل ما في اي مشكلة ولكن لاحظوا ها هذا العنوان مرتبط بهذا السكشن لذلك نحضغط على الكونتينر اللي هون نفس الطريقة بالستايل بعدين لسبيسنج نلاحظ انه هون في عندي المارجن هو 80 اذا وضعته صفر فلاحظوا حاليا صاروا مرتبطين ببعضهم بامكاني بالتأكيد اني غير هاد اللون بامكاني احددها وبروح للهيدنج اللي موجودة هون بامكاني اختار وهذا الاجردين تلاحظوا بامكاني اختار هون لون معين وعم يتغير هذا جمالية الجوتنبرغ الجديدة بامكاني يغير بشكل مباشر حاليا هاي النقطة التانية بامكاني اوضع لون تاني وبتلاحظوا انه عم يعطيني تدرج من لون معين الى اللون الاخر طبعا اذا بدي اعمله من الاعلى الى الاسفل بامكاني بكل بساطة قوم بهذا التدوير لذلك لحاعتمد لستايل التالي اخدت اللون الاخضر نفسه الخاص بلون الزر وكمان بالنفس بلها هذه النقطة اخترت اللون الاخضر ولكن اخدت لها شفافية بمقدار سبعين او ستين وبيمكانكم اي شفافية انتبهوا معي بنفس الطريقة غيرت الكلام بمجرد اني كبست هيك وغيرت اي شيء بعدين على الكونتنت وبقدر اعملها بالمنتصف وبالنسبة للجميع بنفس الطريقة لح اعمل الكونتنت للمنتصف وامرة جديدة خيرت شوي بالكلام بالاسفل طيب الصورة هون كيف بدي اغيرها بكل بساطة لح اضغط على الصورة بعدين لح نروح على ايميج وايكون يلي موجودة هون نختار من هون الصورة ومتل ما شفنا بالفقر الماضي سواء منحمل صورة من الجهاز او او بنبحث عن صورة غالبا لح بيكون عنكم صوركم الخاصة للدوريات اللي مطلوبة ممكن نحط العلم لاحظوا بمجرد بحث عن لح يطالع لي العلم المصري مع المشجعين حتى بإمكاني استخدم هاي الصورة ولكن لاحظوا هون بإمكاني استخدم لأنه بالنهاية الصورة ليست كبيرة عندي لاحظوا صار الشكل بالتأكيد أجمل بالنسبة للدوري الإماراتي بنفس الطريقة لح غير الصورة ولا الدوري السعودي لاحظوا حاليا كتبت فعطاني صور عامة أنا ما بدي صور عامة بدي صورة لملعب لذلك خطرت أني حمل الصورة كله وراح تتحمل الصورة بها البساطة لح أقل له وكمان أعطاني الصورة بنفس الشيء بالنسبة للدوري السعودي ولح منلاحظ الشكل بالتأكيد صار أجمل بكتير لاحظوا هون عندي الفونت على سبيل المثال لو ما عجبكم فونت الترويسة من هون بإمكاني أضغط على العنوان بعدين منروح على الستايل بعدين منلاقي التايتل وهون منلاقي الكالر نحنا اخترناه لون معين لنقول مثلا اللون الأخضر مرة جديدة بينما التايبوغرافي بإمكاني من هون اختار الفونت فاميلي أنا بحب الفونت يلي اسمه روبيك هذا الفونت جميل جدا وعنده أوزان جميلة بإمكاني طبعا نكبر هون بهي الطريقة وأعطي فونت ويت مختلف نفس الطريقة لاحظوا حاليا إذا بعمل كوبي لهذا الستايل وبروح لهي الكلمة وبضغط هون بقوله بيست ستايل انتبهتوا شو اللي يصار من دون ما رجع عاملهن من البداية أنا قدرت أنسخ لها الجميع طبعا بنفس الطريقة بالنسبة للستايل يلي هون نروح للروبيك أما بالنسبة للدسكريبشن يلي موجود هون فواضح جدا ضمن الإنفو بوكس في عندي الدسكريبشن اللون بيقدر غيره كالعادة تايبوغرافي يلي موجود هون وبنفس الطريقة لح اختار للروبيك وهالمرة بدي الوزن يكون أخف 300 بيكفي وحتى القياس بخليه على 16 أو ما يسمى بالواحد ريم طبعا مرة جديدة هذا الموضوع ذوق شخصي موضوع التصميم كوبي للاستايل ومنعمل إذن لصق للاستايل مرة جديدة بحيث أنه يتطبق على الجميع طيب السؤال حاليا لو أنا بدي أكثر من ثلاثة لو أنا بدي أضيف الدور القطري مثلا شو منعمل تابهوا معي بكل بساطة لحروح للإنفو بوكس هون بتزر اليمين أو عفونا الثلاثة نقاط لحقول له هون دوبليكيت اه ها انتبهتوا شو صار معي إذن أضف لي واحدة جديدة طيب هاد لو أنا مثلا بدي أضيف ستة يعني على سبيل المثال برجع بعمل دوبليكيت هون وبرجع بعمل دوبليكيت مرة تانية لحتى تعطيني ستة طيب أنا لو عندي فقط أربعة أو فقط خمسة وما بدي هذا الترتيب لح نفترض مثلا لو عندي أربعة وبيدي أعمل أربعة آميدة خلينا نجرب لحعمل ديليت لهي لحعمل ديليت لهي وبيدي أعمل أربعة آميدة لح أضغط على الكنتينر بعدين لحروح للجنرال بعدين مننزل مننزل للأسفل بالأخير لاحظوا عندي اللي موجوده هون وبتلاحظوا أنه اللي اوت موجود أنه عما يستخدمه لجريد سيستيم هذا شيء ممتاز جدا بإمكاني طبعا استخدم لفليكس آه ها شفتوا شو صار بالفليكس مباشرة أعطاني بالفليكس مباشرة أعطاني الأعميدة ولكن انتبهوا ش اللي صار هون اختلف الوضع لما بضغط لجريد لحيرجع كل شيء جميل طيب كيف بدي أعملون أربعة آميدة بكل بساطة لحضيف هون عمود إذن بإمكاني أعمل عمود رابع وانتبهتوا شو صار حاليا عندي واحد اتنين ثلاثة وهي العمود الرابع ولكن العمود الرابع عم ياخد وزن لذلك تبهوا معي لحعمل من هون ولحق له اوتو لما عمله الاوتو هون للعمود الرابع صاروا جميعا تقريبا اوتو إذن هاي بعمل اوتو بغيرها وهاي بعمل اوتو وهي نفس الشيء وحاليا صار عندي أربعة آميدة وهون بكل بساطة صار بإمكاني أكتب الدوري القطري وبنفس الطريقة لحضغط على الصورة بعدين change image نروح للأبلود ونقوم بإضافة الصورة وما بيبقى عنا إلا أنه نعمل save وحاليا نروح لموقعنا ونعمل تحديث ونشوف الشكل كيف صار إذن لاحظوا الشكل رائع جدا ولكن ممكن حد يسألني أنه أنا كيف بعمل رابط يكون موجود بحيث أنه ياخدني لصفحة ثانية انتبهوا معي حاليا إذا رحنا لأي واحد من هدول على سبيل المثال الدوري السعودي نحن نروح للجنرال بعدين call to action بإمكاني تضيف text هون مكتوب read more أو بإمكاني يضيف button زر وهذا الزر بإمكاني يختار له الشكل وطبعا بعطيه أو بإمكاني يعطيه البوكس كاملا صار عبارة عن رابط لحعمل save وروح عامل هون تحديث نحتك شوف كيف صار الشكل انتبهوا معي كيف صار كاملا هو عبارة عن زر طبعا هذا الزر ممكن ياخدنا لصفحة تانية page معين أو رابط آخر لموقع تاني وقبل ما أنه هذا القسم خليني نروح فقط للـ advanced بعدين بتلاحظوا ضمن الانيميشن بإمكاني أني اختار animation معينة fade down fade up أو أي animation بتلاقوها مناسبة ولاحظوا بنفس الطريقة أي واحدة باختارها روح باخد الانيميشن يلي بتحبوها للمرة الأخيرة خلينا نعمل save بعدين نروح نقوم بالتحديث هون لح بتلاحظوا كيف عطاني هذا الانيميشن الجميل وهون في عندي رابط طيب خلينا نشتغل على هذا القسم حاليا ولكن بدل ما أوضع صورة ونص بدي جرب أوضع فيديو إذن بهاي الفقرة فقط بدنا نوضع فيديو هون ولكن خليني واجيكم شيء ممكن أنه تحتاجوا لو أنا بدي قوم بعكس هدول العمودين ليصير الهون الشرح وهون الصورة بكل بساطة أنا لححدد هذا الكونتينر كاملا بعدين بتلاحظوا فيه هون عندي باللياوت في عندي دايريكشن بقدر اختار هاي ولاحظوا بكل بساطة تم قلبه بإمكاني أنا وقف بيهذا المكان بالتأكيد روح على الجنرال بعدين على الكونتينت بختار اليمين لليسار وهون بكتب عن الموقع أو أي كلام بتكون ياه وطبعا كامل معتاد بإمكاني يوقف على هاي وقال له كوبي للستايل وبالتأكيد بإمكاني أعمل بيست للستايل هون لحتى يعطيني نفس الشكل مرة جديدة لح نرجع نعمله لليمين أما بالنسبة للفيديو لاحظوا هون عندي صورة لحل له هون ريبليس لح بتلاحظوا أنه بإمكاني أوضع صورة تانية مثلا لو حبيته أو لحعمل ديليت لهي الصورة بمجرد أني أعمل حذف ومن النافيجيتر بإمكاني من هاي النقاط الثلاثة اللي أد أفتر شو بدنا نضيف أفتر لحيضف لي هون بلوك أنا ما بدي بلوك أنا اللي بدي ضيفه هو فيديو متل ما اتفقنا لذلك لحروح لإشارة الزائد لحط أضيف فيديو لحكتب بكل بساطة هون فيديو لح منلاحظ في الكثير من العناصر لإضافة الفيديو سواء في فيديو بدنا نحطه من السيرفر الخاص فينا أو بدنا نوضع من اليوتيوب خلينا نجرب اليوتيوب بمجرد أني أعمل له سحب وأفلات بهذا المكان لح يعطيني أنه حط الفيديو اللي بدك لح نجيب أي فيديو من اليوتيوب فقط الرابط ولح قل لهون ولح بتلاحظه مباشرة وضع لي الفيديو بهاي الطريقة في أسهل من هيك طيب إذا شايفين هون الكلام بالمنتصف والفيديو بإمكاني أنا حدد هذا الكونتينر نفسه الكبير ولاحظه هون عندي الالين ايتمس بإمكاني أختار من الأعلى لح بتلاحظه بهاي الطريقة طبعا بأي وقت مرة جديدة نحن حددنا هذا المكان فيني روح للزر أو للألمنتس وقل له هون بطن لحتى أقدر ضيف زر لاحظه هون بطنز إذا مجموعة من الزرار أو بإمكاني يضيف ماركتنج بطن أو بطن واحد أو الكلتو اكشن إذاك فقط لحقوم بإضافته أو بإمكاني يروح للستايل لهون وأختار ضمن الباكجراوند إذا بتلاحظه هون بإمكاني يضيف كالر لون معين للباكجراوند لحنلاحظ لحيعطيني خلفية أو بإمكاني يضيفه على شكل مرة جديدة تختاروا اللي بدنا إياه إذا من هذا المكان لح أختار اللون الأخضر نفسه وبهذا المكان خليني أختاره بهاي الطريقة ولح أعطيه هون 180 لحتى يكون من الأعلى إلى الأسفل طبعا أنا فقط أم حاول أعطيه شكل معين طيب كما شايفين حاليا بهذا الطريقة سبإمكاني أرجع للجنرال بعدين لللياوت بعدين بروحه بقدر حاليا خليه بالمنتصف هيك أجمل هذا الكلام صار لازم يكون باللون الأبيض لذلك لح روح للتايتل وبنفس الطريقة بالنسبة للديسكريبشن بإمكاني اختاره باللون الأبيض أو أي أو أي لون بتكون إياه مرة جديدة لاحظوا هذا البوكس أو هذا الكونتينر حاليا أنا أفضل نروح للستايل بعدين للسبيسينج بعدين لاحظوا هون البادينج من الأعلى ومن الأسفل بإمكاني أعطيه عشرين أو حتى خمسين ممكن وكمان من الأسفل بعطيه خمسين وبالتأكيد صار الشكل أجمل طبعا أنا ما بحب تكون الخلفية بهاي الطريقة لذلك فقط عم حاول ورجيكم كيف ممكن تكون ولكن إذا رحنا للباكراوند أنا أفضل تكون بلون موحد لون واحد نحنا نستخدمه اللي هو هاد اللون الأخضر وبالتأكيد هيك أجمل طيب نحقله حاليا سير ولحنرجع على موقعنا لنشوف الشكل كيف صار للموقع إذا نلاحظوا بالأعلى موجود بعدين نزلنا وصار عندي هون فيديو والفيديو إذا بتلاحظوا هون شغال بشكل جاهز وبالتأكيد ما بيكمل الموقع لحتى نعمل بلوغ لذلك خليني سميهم بدل talk to us سميها آخر الأخبار الأخبار بالهمزة وليس بالمدة وبالتأكيد لحنرجع هون للستايل بعدين عندي الهيدنج لاحظوا هون ضمن التايبوغرافي عم يعطيني التباعد خمسة أنا لحطه صفر لحتى تتقارب بهي الشكل بينما الفونت فاميلي هون لحنرجع للروبيك اللي دائماً بنستخدمه وبإمكاني أوضعه bold لحتى يكون دائماً عندي نفس الشكل اللي عم نستخدمه وبالتأكيد بهذا القسم خليني غير الخلفية إذاك لحروح لل change image من هذا المكان ولحن اختار خلفية معينة عمشوف هاي الخلفية جميلة بإمكاني اختارها طبعاً هي من الانترنت ولاحظوا معبرة ولكن هون بالنسبة للهيدنج لحنغير اللون للأبيض وبنفس الطريقة بالنسبة لل description لحغير اللون للأبيض بينما زر منقدر نغيره من بعدين من نروح على وبقدر أعطي شكل للزر ولحعطيه نص مختلف لحقله استعرض جميع الأخبار وحالياً بأسفل هذا القسم انتبهوا معين شو بدي اعمل لح اضغط بهذا المكان يلي هو ولحقوم بإضافة لاحظة فقط سحبها وعم يعطيني هون شو اللي بدك يا لحقله بدي الكنتينر العادي طيب شو اللي بداك يا هون بقدر انا اضغط من هون لحط اضيف بلوك او من اضافة البلوكس اللي موجودة هون ولح اختر له هون وليح اختار هون الموضوعات او لاحظوا عندي البوست بإمكاني طالعهم بهاي الطريقة او ليست لحتى تكون عبارة عن ليست او كاروسل بالشكل اللي بتحبوه خليني اختار البوست ولح بتلاحظوا انه عم يعطيني حالياً بوست واحد فقط ليش؟ لانه نحنا ببرمجيتنا عنا بوست واحد طيب لح اروح هون اعمل مبدئياً وارجع للوحة التحكم ناخده لحقبس حالياً وليح اضغط على ايقونة الوربريس اللي موجودة هون حينتقل فيني من الباجز نحروح للبوست نحمن لاحظ عندي بوست واحد فقط بإمكاني ضيف بوست جديد وضمن هذا البوست لح اضيف بعض الكلام وممكن ان يضيف صور حتى وهذا الشيء طبعاً يعود لكم بكل بساطة بك بس لحتى يعمل لي وبقدر بدل هاد الكلام متل مشايفين لو بدي اي صورة بقدر من هاد المكان ضيف معينة وبإمكاني بالتأكيد اضيف حتى وبنفس الطريقة فيني على سبيل المثال اضيف بالاعلى وبالاسفل طيب لو بدي اوضع هاي الصورة داخل الكنتينر مثلاً بإمكاني روح هون اللي شايفينها بعدين افتح هذا الكنتينر بعدين عندي هون شايفين هذا الكنتينر اللي على اليسار باخد هاي الصورة بوضعها بالداخل لاحظوا اذا حطيتها حالياً اسفل فهو لح يعطي ثلاثة اعمدة انا بدي اوضعها بداخل هاد الكنتينر ولاحظوا انه صارت موجودة هون تمام بالنسبة للبراغراف كمان بنفس الطريقة بإمكاني ااخدها لهذا الكنتينر لاحظوا كيف العمل بالكوتنبرغ سهل جداً بنفس الطريقة بإمكاني ضيف هون مثلاً هيدنج اذا لح اختار الهيدنج ومتل ما اتفقنا هاد الهيدنج بديه بهذا المكان لاحظوا بهاي البساطة طبعاً لح اختار الجميع يكونوا من اليمين اليسار لاحظوا هون اذا على اليمين وبالنسبة لهذا كمان لح بيكون على اليمين وقبل ما اعمل فقط بروح اللي موجود هون بقلو وقبل ما ننشره فقط خليني هون اعمل هذا الخيار هاد لحتى يعرض لي اليمين هاي فقط بالصفحة الخارجية رح تشوفوا شو بقصد بعد شوي بينما العنوان كمان لح اضغط هذا الخيار اللي حتى ما يعرض ليه حالياً لح اقل له وبإمكاني اقل له هون لاحظوا هون كيف طلع شكل طبعاً بالنسبة لكم معلومات اكتر ممكن تكون الصورة بالعلى هذا التصميم ما بيهم يلي بيهمني اذا رحت حالياً انا للصفحة الرئيسية للموقع وانزلنا للأسفل نحن نلاحظ انه الخبر طلع بهي الطريقة وعندي هذا البوست الثاني حالياً اذا برجع حالياً اذا برجع للمواضيع للبوست هون ولح بحذف هذا الهيلو هورد وابقوم بانشاء بوست ثاني وثالث ورابع على سبيل المثال اضافت رد موضوع ثاني بإمكانكم نضيفه كمان موضوع حالياً اذا رحت لل لاح بتلاحظوا انه في عندي كافر هون وفي عندي فيديو وجميع الكلام اللي بدنا يا وبالتأكيد بإمكان اي يوزر بيدخل انه يكتب تعليق وقبل ما ننهي هاي الفقرة خليني اعملكم نعلمكم شيء جميل لاحظوا اذا بحدد هذا الكنتينر طبع هذا البوست لاحظوا انه هون بالكنتينر بإمكاني حالياً نروح ل بعدين بعدين اللي حالغي هون التفعيل ولاحق له هون مثلاً ناقص مية ولح بتلاحظوا انه طلع البوست لا الاعلى اذا عملته ناقص مية وخمسين مثلاً لح بتلاحظوا طلع وصار الشكل بالتأكيد اجمل بهاي الطريقة لحق له سيف على هذا المنوال ونروح نعمل اخر شيء بالموقع حالياً يلي هو الفوت طيب بهاي الفقرة بنا نشتغل على الفوتر لاحظوا بالفوتر منروح على من هون بعدين منروح على الفوتر لح منلاحظ ننزلنا مباشرة للفوتر لح بتلاحظوا عندي هون الفوتر منو وعندي هون الكوبيرايت طبعاً بإمكانكم تغيروا هاي لاحظوا هاي الكوبيرايت اذا هي موجودة هون ولاحظوا هون لح اكتب هون الفين واربا وعشرين وهون ارب سبورتز اما بالنسبة للوغو لاحظوا مضاف على اساس انه اتش تيميل انا ما بدي اتش تيميل انا لح اضيف اه الويجت ون مثلاً وبمجرد اني اختار الخيارات لح يطلع عندي هون الارث لح احذفها يعملها لاحظوا حالياً يفترض انه تروح تمام بعدين لح اختار من هون صورة لح اقل له ايماج وهي الايماج لح اختارها ولاح اقل له من الميديا بدي اللوغو تبعي ولكن مثل مو شايفين ظهر بشكل كبير لذلك بامكاني اني صغروا قدر الامكان لحتى يكون بشكل مناسب طيب بهذه الطريقة نكون تهينة من الفوتر خليني اعطيكم فقط بعض الملاحظات على الموقع اجمالاً طيب خليني اعطيكم فقط بعض الملاحظات اللي لح بتساعدكم لبناء موقع اجمال اول شي اذا بتروحوا للبلاغن اللي اسمه هون اذا بتتذكروا احنا حملنا اللوغو وفي عندي بعض الامور التانية اللي ممكن نعملها مثل وهذه الامور ما بيهمني حالياً ولكن بيهمني روح للتولز رح بتواجيني هي الصفحة اللي عم بستخدمها هي النسخة الاخيرة اذا انا عم بعمل صيانة حالياً للموقع بامكان اني فعل هذا الخيار بحيث انه يظهر انه الموقع في حالة الصيانة وبامكاني بالتأكيد اني اخذ هذا الرابط بحيث انه اعطي لأي شخص عم يقوم بتحديث الموقع او تطوير الموقع حتى لو كان ضمن الصيانة اللي بيهمني اكتر هو اني اخفي ال xmlrpc عادة ال xmlrpc بتخلينا نربط الوردبريس مع برامج تانية ولكن لح بتعرضنا للسيكوريتي لذلك انا بفضل انه نخفيها وكمان خلينا نعمل للhttps بحيث انه ما يتم استخدام هذا الموقع الا من url secure بنفس الطريقة لح ابرجي على صفحة بالهوستنجر ولح ننزل الاسفل لح منلاحظ في عندي دومين لح منلاحظ حاليا الدومين اللي موجود هو دومين مؤقت ولكن نحنا بعد ما ناخد الدومين نروح على الدومين بحيث لحتى نقدر نبحث عن الدومين المناسب لنا طبعا غالبا مثل ما قلت لكم دائما بالبزنس بلان في دومين مجاني هذا الدومين بيكفي انه نربطه بهذا الدي ان اس وبيصير عنا الدومين وبيصير عنا مباشرة الدومين فعال طيب كمان عنا البلاقين اللي اسمه اللي هو عم يتحكم بثيم الموقع هو بلاقين جدا مشهور لح بتلاحظ انه عم يقدم لي كمان عديد من الخدمات اذا رحنا هون للسايت ايدنتيتي على سبيل المثال او رحنا للتيبوغرافي خلينا نشوف لح منلاح انه لاح ياخدني الى صفحة مخصصة بحيث انه انا اقدر بدل جميع وجميع اذا كما شفتوا انا في بعض الخطوط كنت عم حاول تغيرها حاليا لاحظوا اذا حولت لاحظوا انه عم يتغير بجميع الموقع وليس في مكان واحد حبيت اني ورجيكم بشكل مختصر كيف بيصير هذا الموضوع ولكن انا بقدر عدل حاليا بكل ثقة بجميع الموقع بحيث انه يحتوي فقط على فونت واحد عم بستخدم وهذا الموضوع بنفس الطريقة بالنسبة لالكالرز لاحظوا ان حاليا عم نستخدم هذا الاسكيم بإمكاني انا اغير الاسكيم الى كالرز تانية ولاحظوا انه كل شيء اختلف بالموقع للون الاخر طبعا بإمكاني هون كمان بدل الالوان بحيث انه الالوان تستمر على جميع الموقع وطبعا بالجلوبال سيتنجز في عندي الكثير من الخيارات بإمكانكم تستعرضوها بنفس الطريقة اذا رجعنا الهيدر بيلدر يلي شفناه قبل شوي بالاعلى او او اذا بدي ضيف صفحة جديدة لحتى يكون عندي كتمبلت موجود ولكن بهمني روح حاليا على المينوز هون على القوائم بعدين لح بتلاحظوا عندي المينو الرئيسية اللي هي بالاعلى لح اضغط عليها لح بتلاحظوا عندي الهوم الموجودين هون بإمكاني اضيف عنصر جديد سواء من البوستات او من القوائم او من الصفحات على سبيل المثال اذا اضفت هذا يفترض انه فورا يضر بهذا المكان طيب لو بدي يكون اندر شو يعني اندر يعني لاحظة عندي هون الهوم لانه كلنا منعرف انه الهوم ناخده من اللوغو طيب بإمكاني هون ضيف ايتم جديد ولح اخذ الكوستوم وهذا اليوريل تبعه لا شيء وهون لح اسميه على سبيل المثال بوست او مواضيع ولح اقلو اد ل المينو لح ارفعها لتكون ضمن البوست وبإمكاني اخذ هذا البوست لاحظه حاليا وضعته بالاسفل حاليا اذا برجع على موقع وبقرب اه ها شفته شو اللي صار اذا قربت على البوست طلع عندي البوستات الموجودة بنفس الطريقة هذا الشيء بيصير للصفحات لا اي شيء بالموقع بدنا نحطه ضمن القائمة الرئيسية طبعا بالنهاية ما تنسوا تعملوا بابليش بهذا انه يتم نشر الصيغة النهائية اذا متل ما شفته حاليا الموقع صار جاهز وهو موجود اونلاين على دومين معين وهذا الموقع مع حركاته مع الفيديو مع اخر الاخبار اللي موجودة وحاليا صممنا كمان اللوغو باستخدام الذكاء الاصطناعي العملية كاملة ما اخذت حوالي ساعة اذا كانت طبعا المعلومات جاهزة بالنسبة لكم الاجمل من هيك انه الموقع موجود اونلاين مباشرة واذا رجعنا الى لحما نلاحظ انه دائما بيمكاني يتحكم سواء بتفعيل الموقع او بالادمن من هذا المكان او بإمكاني الروح لالفايل مانجر او اذا بدي يتحكم بملفات الموقع سواء الكونفيك بي اي اش بي او بالكونتنت ايضا عندي وصول لقاعدة البيانات للبي اي اش بي ماي ادمين بحيث انه لو بدي يغير اي شيء بقاعدة البيانات للمستخدم المتطور. والاجمل من هيك اذا رحنا اللي اسمه بعدين للاحظ انه لح يعطيني معلومات جدا مفيدة اذا بدي اعمل او بدي اعمل على سبيل المثال اذا بدي اعمل للموقع لحتى يزيد من سرعة الموقع او حتى لو بدي اعمل يلي هو مهتم بقواعد البيانات او اذا في عندي اي مشاكل بالموقع عند بعض بيمكن يعني اعمل له لالكاشنج هون بحيث انه يتم تنزيل ملفات جديدة. ودائما لح تقترح علينا بعض يعني ممكن انه نستخدمهم هي موثوقة من المطورين بحيث انه نمنع على سبيل المثال او لحتى اعمل ربط مع جوجل بالمونستر او لحتى اشتغل بالأسيو او اما اذا رحنا لتاب لح منلاحظ انه هون في بعض المعلومات اللي ممكن اعملها ممكن اني فعل مرة جديدة طبعا برجع بالكم انا مفضل هذا الموضوع فضل اذا بدكم فقط نقوم بتحديث وبإمكاني اني نظم لحتى اتأكد فقط ان الموقع دائما سيكير لح بتلاحظوا انه هون في عندي اربع ثيمات عما نستخدمها انا بفضل نخلي فقط يلي هو مستخدمه وواحد اساسي بإمكاننا نحذف الـ 2023 وبإمكاننا الـ 2022 كمان نحذفهم بحيث انه اتقل الخطورة باختراق الموقع لان هذا الاساسي بيسموه الفولباك وهذا اللي عم نستخدمه حاليا بنفس الطريقة بتلاحظوا انه عندي ستارتر تامبليت موجود بإمكاني حاليا يلغي تفعيله لانه خلاص من دائما بإمكاني يخليهن او بالرعب عليهم ولكن يلي بيهمني حاليا انه لحظوا كيف عم بقدر اتحكم بالموقع من نفسه ومضطر ان يدخل نفسه ولكن باي وقت صار معكم اي مشكلة من المشاكل انتبهوا انه عنده اصلاح بالذكال الصناعي عم يقل لي انه هون الموقع يعمل بشكل جيد جدا ولو في اي مشكلة اتأكدوا تماما لا تظهر عننا بهذا المكان وبيقترح علينا بالذكال الصناعي كيف نقوم بحلها بالنهاية هذا موقعنا اللي شايفينه لو عنكن اي اقتراحات لمواقع اخرى بامكاننا نحن نشتغل عليها نصممها او نطورها بشكل اكبر ياريت تقترحوا عليه بالتعليقات لحتى نقوم بتطويرها لو اعجبكم الدرس لا تنسوا مشاركة الفيديو الاشتراك بالقناة هذا كل شي لليوم باي باي